على رأس قائمة اللاعبين الأبرز في كأس آسي 2019 هداف البطولة المعز علي الذي تألق وقاد منتخب بلاده لمباراة نهائية بإحراز تسعة أهداف وهو اللاعب الذي يدافع عن ألوان نادي دحيل وتبلغ قيمته السوقية نحو مليون دولار وهذا الرقم الطبع مرشح للزيادة نتحول الآن إلى مهاجم أسود الرافدين ونادي الشرطة العراقي الذي بات هدفا لعدة أندية أوروبية لسيما يوفنتوس الذي عرض مليوني دولار للتعاقد مع اللاعب ولكن ناديه رفض مهند علي الذي يبلغ من العمر 18 عاما وتبلغ قيمته السوقية مليون ونصف المليون دولار حارس منتخب العنابي سعد الشيب خرج بهدف يتيم دخل شباكه على مدار سبع مباريات واستحق بذلك لقب أفضل حارس في البطولة وهو يدافع عن ألوان السد القطري وتبلغ قيمته السوقية أربعمائة ألف دولار مهاجب منتخب فيتنام كونغ فونغ تألق مع منتخب بلاده وسجل في شباك العراق والأردن وأصبح هدفا أيضا للأندية اليابانية خاصة نادي كاشيما جانتلرز الذي قدم عرضا رسميا للحصول على خدماته اشتركوا في القناة